ترجمة نانسي قنقر ألقى سموه كلمة بيّن فيها أن حكومة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في سعي دؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مبينا أن مملكة البحرين أطلقت الكثير من المبادرات لتحقيق ذلك مشيرا إلى أن البحرين تسعى دائما للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا وخارجيا فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربط تلك الأهداف ببرنامج الحكومة حيث أن المملكة أطلقت حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من عشرين مبادرة بقيمة تفوق أحد عشر مليار دولار أمريكي لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء فيروس كورونا وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يشيد بالخطوات التي اتخذتها البحرين واجتمل الاجتماع على عدد من البنود المتعلقة بالقضاء على الجوع في المنطقة العربية والشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة وآلية التمويل المستدام في المنطقة العربية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات كما ناقش المسؤولون العرب الشراكات الفاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030